تتوقع شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا ارتفاع باحها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي بنسبة 2.4% سنويا إلى 21 مليار و 100 مليون دولار رغم استمرار وباء كورونا المستجد وازمة نقص امدادات الرقائق الألكترونية لصناعة السيارات على مستوى العالم وذلك حسب ما أعلنت الشركة كما تتوقع الشركة التي تنتج السيارات الهجينة بريوس وسيارات الفاريها لكزيس نمو أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي بنسبة 13.8% سنويا مع ارتفاع قيمة مبيعاتها بنسبة 10.2%